طيب ندخل بقى مع حضراتكم في سلسلة أخبارنا النهاردة وخلينا نبتدي بخبر شكوى النادي الأهلي للمحكمة الدولية إنبارح قام وفد النادي الأهلي القانوني بتسليم الشكوى اللي تقدم بها النادي الأهلي في المحكمة الرياضية الدولية طبعا بخصوص قرار يعني كاف غير المحايد بالمرة والذي جاء فيه إقامة المباراة النهائية لدوري رابطة الأبطال يعني فيه ملعب بعينه وللعام الثاني على التوالي ومنح أحد طرفي المباراة أفضلية اللعب على ملعبه ووسط جماهيره كما قام الوفد القانوني بسداد كافة الرسوم المالية الخاصة بالشكوى كاملة والتأكيد على طلبات النادي إما بالبت في الموضوع وإرساء العدالة وإقامة المباراة المشار إليها في ملعب محايد أو تأجيل المباراة لحين البت في هذه الشكوى خصوصا وإن النادي الأهلي قدم كل المستندات التي تؤكد عدالة موقفه